السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي دريني اخوش لبس عليكم كنت من يا ربي دائما تكونوا فقط من الساحة والعفية إلا كانت هذه أول مرة كنتشوفني فأنا أحمد جبرو كنقدم محتوى تقني فهبط دبات عبونا معنا فلاشين موقعنا ولو نصلوا لعشرة آلاف مشترك ففضلا وليس أمرا هبط دبات عبونا معنا فلاشين وما تنساش آآ جام الفيديو وموضوع اليوم موضوع يكون مهم بزب خصوصا للناس اللي مخدماش وكذلك بالنسبة الناس اللي خدامه وبغى دخل إضافي جل وقت باش تركز جل وقت باش تنو تخدم على رأسك كل شي كندون عنده شليفون كل شي كندون عنده انترنت شنو كانت سننو ما فهمتش شنو كانت سننو كانت سننو من الدولة كانت سننو من ناس سعطينا وكما تشيف في العنوان كيفاش تربح السلف درهم شهريا وربما تربح كشر من السلف درهم شهريا شنو خصني باش نبدأ ربح السلف درهم او لا بالاحرى شنو هما الشروط باش نقدر نبدأ العمل في الانترنت اول حاجة عزيزي لمشاهد خصك شعرفها هي خصك قنات على اليوتيوب هذه متناقشوش عليها قنات ضرورية كذلك الهاتف كلنا عندنا شليفونات الانترنت ما كندونش واحد ما عندوش الانترنت شنو كانت سننو طريقة اللي اعطيكم دابة طريقة كيف ستخدموها الناس بزاف الناس بدأوا صراحة كيربحوا منها انت ما غدرش بحالهم ربما انت اضطح لك فكرة حسن من الفكرة اللي دارين هما وبالتالي عتكون اربح ديالك كشرة من الاربح دياله بالاضافة ايضا الى ادسنس ضروري خصي يكون عندك حساب ادسنس وتكون ديجا رابطه مع القنات ديالك وتكون كما قدت لك القنات مفاعلة وعلش خاص القنات تكون مفاعلة حيث مثلا فرضا انك بديش في هاد البروجيك وبديشك تتلقى مشاهدات الف الفين مشاهدات لشلف مشاهدة فانت الخاص العزيزي المشاهد لان القنات عندك مفاعلة وخصك تحقق شروط اللي هي شروط صعيبة اللي هي ربع علاف ساعة والف مشارك طنك انت خصك موحد مسير ديال سنة ربما اه شهور ربما ربع شهور ولكن علاش ما تبدأش بقنات مفاعلة وعلاش ما يكونش عندك ادسنس منذ البداية عندكم اي سؤال بالنسبة للقنات في يوتيوب او لا اه فتح حساب ادسنس او لا تحقيق شروط اي حاجة انا غنساعدكم وبمجان اي سؤال غشو ضعوف اه خانة اه التحليقات غدي نجاوبكم ومن الاحسن دخلوا عندي الانستغرام باش نتواصل انا وياكم اي سؤال كيف ما كان نوعوف خصصا في هذا الموضوع مكراش كمش كامل انتبداو انا شخصيا كنفكر ندير هاد البروجيك كنفكر ولكن بشي طريقة مختلفة لا تنافع كسا بكل خطير من الناس الي خدامين في الخارج هاذي رسالة بالنسبة الناس الي خدامين في الخارج هو عنهم حق يديرها هاد المحتوى وبالعكس لي سكن في الخارج كنف likant يقرره ما هو مضاعف وفي عشرات اخطرات راما ح measurements لان نقرع الاعلانات في الخارج هو نقرع الاعلانات في المغرب ارباح مضاعفة مثلا 1000 مشاهدة مثلا في المغرب ستلقاء اليها واحد عشرات دراهم اما اذا كانت بلد اجنبي مثلا فرنسا ألمانيا الطاليان هولندا بالعكس هتلقى كل ألف مشاهدة فيها عشرة دولار وربما تلقى مية دولار تخيل معي أن النقرة الواحدة في أوروبا كتسوى مية دولار يعني عشرين الف ريال مغربية واو صراحة ليس يخدم خصوص الناس أو للجالية المقيمة بالخارج هذا موجه لجميع المغاربة أينما حلوا وارتحوا بالنسبة للقناة كما قلت لكم دروري تكون مفاعل عزيزي المشاهد بلا ما تضرب تامنا وتصخصخ وتبقى خدام وأنت مرابح تشريع بالنسبة للناس اللي خدامه وبغد تدير دخل إضافي هذي الفرصة دابة غمشوا اليوتيوب وغنشوفوا واحد شوش قنوات غنضربوا على واحد تبرقيقة ونشوفوا كيفاش كيخدموا طبعا ما غنبيش الاسم دي القناة ولكن غنوريكم استراتيجية أو للمواضيع اللي كهدروا عليها باش بدأ العمل في الانترنت فالا هدوما القنوات اللي هدرت لكم عليهم غنبدأوا بالقناة الاولى لمشاهدة ديالها يعني لا بأس بها الفين واسسمائة مشاهدة آآ قبل يومين هذي قبل ستة ايام الفين مشاهدة ستة الاف اربعة الاف خمسة الاف آآ خمسة الاف مشاهدة كما كتشوفوا صراحة آآ قناة صغيرة ولكن لاحظوا المشاهدات اللي عليها را كل آآ الف مشاهدة يمكن ربما كتر من دولار لحسب هاد آآ هاد نيتش ديال السيارات كيكونوا فيهم الاعلانات بزاف كيكونوا فيهم بزاف ديال الحواج كما كتشوف عشرة الاف ربعة الاف خمسة الاف خمسة الاف يعني هاد الشخصة دارة عنده واحد صراحة واحد الربح اللي آآ محترم هذه قناة فقط آآ قناة آآ صغيرة آآ جي وده بنشوفوا هاد قناة اخرى اللي هي هذي فوالا كما كتشوفوا واحد وخمسين الف مشاهدة تلتاشر آآ الف مشاهدة شون كدير شوف هذا غير ميني ديال آآ بيم شوف كاردغي الصور ماذا قاما كيمشيش اصلا قام بيم ولا كي دي بلاس هذا غير هذا غير دارو شوف 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 خمسة واربعين الف عشرين 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 178 ألف لا صراحة هذا شيء هذا شيء بزاف وما لا نهاية حقق المشاهدة في السنوات الأخدمة 25 مليون مشاهدة يعني من 2018 قبل كورونا بعام 25 مليون مشاهدة يعني ما يقارب 20 مليون 20 مليون داخلها نفشار لديك خمسة مليون مثلا غاية حيث كي تتطلوه مثلا الفيديو ما يتطلعش في 24 ساعة تدير نتعي 20 مليون 2019 2020 2021 2021 وحنفتين وعشرين في الظرف أربع سنوات تحقق 20 مليون وطلقات تخدم حياتك كاملة وما تجمعش 20 مليون يا الله بادي 18 يعني ما شارك قديم والا هذه الخدمة اللي بغيتك تشبداها فكر ما تديرش بحال هذا بيم ولكن تكون عندك أفكار أخرين حاول تبدع حاول تكون يعني شخص دكي وبيت توفيق للجميع شفتوا الفيديو فهمتوا اللعبة كيف تديرها بالنسبة للناس اللي كتفكر كيف تبدأ الحل العزيز المشاهد هو أنك تلتاج إلى افيتو ممكن تلقى فيه منتجات بثاف ليش قدرت أنت تاخد صور ديالهم وتدير إعلان لديك الشخص طبعا الشخص ولا غاية السافد ولكن أنت أيضا غاية السافد لأنه عندك محتوى محتوى ديالك وكتدير فيديوهات وكتشرح لبنادم مثلا أنت كتعرف في السيارات أو كتعرف في الموتورات ستأخذ تصور من افيتو وتبدأ تشرح للناس وتدير الأتمينة ديال السيارات أو الموتور اللي قيش في افيتو وبالتالي قطلع قنات ديالك والأرباح ديالك غاية أنا ما كنقول لش دخل افيتو وقلب على السيارات ولكن فكرة أنك تدخل افيتو ربما تلقى منتجات اللي هما أو تلقى سلاح اللي هما مطلوبين في السوق المغربي وبالتالي ستبدأ قناعش على اليوتيوب ذلك البرودوي اللي ستلقى في افيتو كذلك ممكن أنك تذهب الاسباق سالة وتأخذ عروض أو تفكر في شي طريقة راكين تليفونات بزاف بزاف ما يصال حمد أنك تذهب الى اليوم كنت تذهب الى اليوم لذلك تكون لديك طريقة في الشرح ومن الأحسن حاول ما تذهب الى المرجان والأسواق السلام حاول فقط تشد تليفون وتصور فيديوهات وحتاج لدارك ممتع وبالتالي تكون وفرش على راسك وحتاج حد ما الدم جاب في المرجان والأسواق السلام وانت اخذ دام في خاطرك كنت نظن هذا محتوى صراحة ممكن تمشي به بعيد إذا كانت عندك الأفكار ممكن تفكر ماشي بالضرورة بهم او المرجان انا كان عندك فقط للأمثلة وانت اسبح في عالمك وحاول تبدأ عزيز المشاهدة القناة في يوتيب كما تقدروا تكون مفاعلة عزيز المشاهد فرصة ديالك انك تغير حياتك او على الاقل تحقق واحد دخل اللي هو دخل اضافي وبالتالي تكون تحسب واحد راحة نفسية مادم تقرس في الدار ماشي شاد كونكسيون نهار كامل وانت دو 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 كاتت اخذر في الخاوي وبالنسبة كذلك التك توك وانستغرام بلاد ماشي ضيعه ساعات هو في تك توك وانستغرام علش ما تستشمر وقتك لان الوقت عزيز المشاهد اغلى حاجة عندنا في الحياة علش ما تستشمروش في واحد اللي بخوجي اللي غادي يرجعلك بالنفع وربما يغير حياتك الى الافضل كندون في الفيديو اطرقت بزاف ديال النوقات كندون في الفيديو غا تكون السافتي بزاف فشنو كتسنع بدا انا معاك اي سؤال اي سفسار مرحبا والف مرحبا بادي الفيسبوك عندك اطلقها في اللي اللي تحت وكذلك في باج الانستغرام وكذلك في يوتيب ممكن تخل عندي الواتساب وكذلك في باج فيسبوك اي سؤال اي سفسار مرحبا والف مرحبا والشكر الوحيد اللي غا تشكرني هو انك اشبطت ابونا معنا فلاشين وتفعل خاصية الجارس وكذلك تدرجم الفيديو باش يوصل اي اه شخص حاب انه يبدأ الخدمة في الانترنت وكذلك تباطش هذا الفيديو مع اصحابك وعلاش متبداش دابة فهذه اللحظة اما الان عزيزي المشاهد ادرب لكم موعدا في فيديو قادم ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه وحبكم في الله دائما وابدا والسلام